مثل ما قال الأخي الدكتور علي بخصوص قيادتنا قيادتنا طلعت إلى المستقبل ونظرت إلى المستقبل على أن يجب أن نتسلح به لأجيالنا القادمة في الفترة الماضية خلال سبوعين أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وهي استراتيجية يمكن أن نقول أنها فكرت في المستقبل وليس في الوقت الحالي لأنها تبقي إتقود مجتمعات وجيل إلى ما بعد البترول من هنا طلعت الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل أسبوعين هي استراتيجية الثورة الصناعية الثورة الصناعية كانت الاستراتيجية حطت الخطوط العريضة لدولة الإمارات حطت الخطوط العريضة بمعنى أن ما هو محور فيها العديد من المحور لكن المحور اللي ركزت عليه أكثر شيء هذه الاستراتيجية هي محور الإنسان ومستقبل الإنسان ووضعت سمات الإنسان في دولة الإمارات في خلال هذه الثورة الصناعية الرابعة ماذا نريد من خريجينا؟ ماذا نريد من الجيل القادم؟ في ظل كل هذا الذي يحدث من تكنولوجيا ومن عالم افتراضي ومن أمور لا نتخيلها نتخيلها في الوقت الحالي لكن يجب مثل ما تطلعات الحكومة تريد أن ننظر للمستقبل فكان هناك هذه الاستراتيجية التي أطلقت من أجل النظر إلى المستقبل والنظر إلى دورنا كوزارة تربية وتعليم في ماذا نريد من طلبتنا أن يتحلون في رياضة المستقبل طبعا نتكلم عن سؤال دائما يقول وطبعا سمعنا الكثير من السيشنز البارحة تتكلم عن كيف بيكون شكل المدرسة في المستقبل هل العالم الافتراضي والعالم الحقيقي بيدخل وبيحقق بيئات تعليمية جديدة هذا أمر مسلم فيه نريد من طلبتنا أن يكون عندهم المهارات الواحد وعشرين نريد من طلبتنا أن يكونوا قادرين في صياغة المستقبل لدولة الإمارات صياغة المستقبل بالتكنولوجي وصياغة المستقبل أيضا بالقيم والأخلاقيات الذي سوف نغرسها فيهم لأن نؤمن في دولة الإمارات بأن المهارات والعلم والمعرفة والتكنولوجي والقيم والأخلاقيات هي الذي سوف يكون عليه المستقبل في دولة الإمارات فغرس هذه القيم والأخلاقيات هي اللي بتخلي الطلبة ينظرون إلى هذه التكنولوجيا بطريقة إيجابية وليس سلبية من أجل المحافظة على العالم من أجل التصدي لأي صعاب ممكن تواجه دولة الإمارات فالتكنولوجي آتية آتية ودولة الإمارات مستعدة أن تكون في الرياضة في هذه الثورة الصناعية الرابعة شكرا